اشتركوا في القناة للسنة الثالثة اعدادي يعني السنة التاسعة او بالمسمى الجديد السنة الثالثة اعدادي الجذور مربعة هنا عندنا اول خاصية الجذر المربع لعدد حقيقي يعني مجموعة الاعداد الحقيقي اللي هنتكلم عنها في السنة الثالثة هي المجموعة R تجتمل على جميع الاعداد ما فيها السالبة و الموجبة والعشرية و الكسرية يعني جميع الاعداد تعريف عدد حقيقي موجب العدد x الذي مربعه يعني ان x يسوي a هذا هو التعريف عدد حقيقي موجب العدد x الذي مربعه يسمى الجذر المربع للعدد a ونرموز له بالرمز جذر مربعة يعني ماذا نقول نقول أن X2 يساوي A تعني هذه الكتابة أن X يساوي جذر مربعة X2 يساوي A تعني أن X يساوي جذر مربعة 9 أو X2 يساوي 9 X2 يساوي 9 تعني أن X يساوي جذر مربعة 9 مثال كما هو موجود X2 يساوي 11 يعني أن X يساوي جذر مربع 11 هذه على شكل معادلة X2 يساوي 11 تعني أن X يساوي جذر مربع 11 وهي الكتابة الأخيرة للعدد X ملاحظة إذا كان A عددا حقيقيا فإن جذر مربع X2 يساوي A هنا علينا أن نعلم أن المربع يزيل الجذر تلك الكتابة التي تعني X2 تزيل الجذر فإذا ما رأيتها فإنها تزيل الجذر إذن جذر مربع X2 تساوي A لأن المربع أزال الجذر وبكتابة أخرى تكون لدينا حالتين دائما نصادف حالتين إما جذر مربع A أزالي 2 أو جذر مربع A الكل أزالي 2 بين قوسين سوف نعرف الفرق ما بينهما فيما بال إذا كان عندنا جذر مربع A أزالي 2 فإنها تساوي A وإذا كان A عدد حقيقيا موجب فإن جذر مربع A وكما قلنا سابقا فإن المربع يزيل الجذر الجذر هو الكتابة على شكل V هذه كتابة الجذر إذن جذر مربع 6 أزالي 2 يساوي 6 مثال آخر جذر مربع 16 و 16 تساوي 4 في 4 تساوي 4 أزالي 2 إذن جذر مربع 16 يساوي جذر مربع 4 أزالي 2 يساوي 4 ثانيا العمليات على الجذر مربعة B و A عددين حقيقيين موجبان B و A عددان حقيقيين موجبان و B غير منعدم عندما نسمع أن B غير منعدم تعني أن B موجود في المقام إذن أي عدد موجود في المقام يعني في الكسر يوجد البسط ويوجد المقام يعني الأسفل أي عدد يوجد في المقام دائما علينا أن نكتب يخالف سفر إذن B و A عددنا حقيقيين موجبان و B غير منعدم يعني ننبه في المقام إذا كان جذر مربع A جذر مربع A في B فإنها تساوي جذر مربع A في جذر مربع B فإن هاتين الكتابتين التي توجد في الجداء يعني في الضرب في الضرب إذا كان ضرب عددين داخل الجذر فإن يمكن تفريقتهما لكل واحدهما جذر يعني جذر مربع A في جذر مربع A في B تساوي جذر مربع A في جذر مربع B نأخذ مثال جذر مربع 3 في 4 تساوي جذر مربع 3 في جذر مربع 4 أما إذا كان الجمع جذر مربع A زائد B فلا يمكن أن نقول جذر مربع A زائد جذر مربع B ننتبه فيه إذا كان الجمع داخل الجذر يعني جذر مربع A زائد B داخل الجذر فلا يمكن تفريقتهما أن نقول جذر مربع A زائد B تساوي جذر مربع A زائد B لا يمكن تقال في الضرب فقط ولا تقال في الجمع والطرح ناقص لا تقال في الجمع والطرح ولكن تقال في الضرب إذن جدر مربع A زائد B داخل الجدر عفوا جدر مربع A في B داخل الجدر تساوي جدر مربع A في جدر مربع B مفهوم؟ ننتقل إلى القسمة أو إلى الخارج نسميها القسمة أو الخارج خارج أو الكسر دي الجدر مربع A على B أو خارج جدر مربع A على B يساوي جدر مربع A على جدر مربع B يمكن تفريقتها إذن هناك حالتين يمكن تفريقة الجدر هي الحالة الضرب وحالة الخارج أو القسمة إذن جدر مربع A على B يساوي جدر مربع A على جدر مربع B وهنا قلنا في الأول بحيث B غير منعادم يعني أن B موجود في المقام جدر مربع B موجود في المقام لهذا ذكرنا في الأول A و B على الحقيقين و B و خارج سفر نأخذ أمثلة المثال الأول جدر مربع 12 و 12 تساوي 3 في 4 أو 6 في 2 جدر مربع 12 تساوي جدر مربع 3 في 4 فصلنا الجدرين تساوي جدر مربع 3 نتكلم هنا على هذا المثال تساوي جدر مربع 3 في جدر مربع 4 تساوي جدر مربع 3 وأربعة التي توجد داخل الجدر تساوي يمكن تحويلها إلى المربع تساوي 2 أس 2 قلنا أن المربع يزيل الجدر لهذا تصبح 2 جدر مربع 2 أس 2 تساوي 2 تبقى عندنا 2 في جدر مربع 3 مفهوم؟ نعيد جدر مربع 12 تساوي جدر مربع 3 في 4 داخل الجدر نفصل نعزل تساوي جدر مربع 3 في جدر مربع 4 تساوي جدر مربع 3 في جدر مربع 2 أس 2 أربعة أصبحت 2 أس 2 وكما قلنا أن المربع يزيل الجدر تساوي جدر مربع 3 في 2 والتي هي 2 جدر مربع 3 هنا نذهب إلى الخارج أو القسمة جدر مربع 1 على 4 يساوي نفرق الجدور يساوي جدر مربع 1 على جدر مربع 4 وجدر مربع 1 هو 1 لأن 1 يساوي 1 أس 2 يساوي 1 أس 3 ويساوي 1 أس 4 ليس هناك مشكلة إذن جدر مربع 1 أس 2 على وأربعة تساوي 2 أس 2 إذن جدر مربع 1 جدر مربع 1 أس 2 على جدر مربع 2 أس 2 الذي يساوي 1 على 2 مفهوم نكمل ثالثا حدف الجدر مربع من المقام في أي كتابة أو أي تمرين أو أي عملية إذا رأينا الجدر مربع في المقام علينا أن نحذفه A عدد حقيقي موجب وA يخالف سفر لماذا A يخالف سفر كما قلنا سابقا أي عدد مكتوب في المقام عليها أن يخالف سفر لدينا الكتابة واحد على جدر مربع تساوي قلنا علينا أن نزيل الجدر من المقام إذا أردنا أن نزيل الجدر من المقام يعني نضرب في المقابل نضرب في نفس العدد تصبح كما قلنا في خاصيات سابقة إذا ضربنا في نفس العدد في البسط وفي نفس العدد في المقام فإن العدد يبقى نفس العدد مثال 3 على 4 رأى تساوي 3 في 2 على 4 على 2 4 في 2 5 على 6 5 على 6 تساوي 5 في 3 على 6 في 3 ضربنا في نفس العدد في البسط على نفس العدد في المقام لا يتغير الخارج إذا أردنا أن نزيل الجدر إذا أردنا أن نزيل الجدر من المقام لدينا جدر مربع A نضرب في جدر مربع A لماذا نضرب في جدر مربع A؟ لأنها سوف تصبح لنا جدر مربع A في جدر مربع A تساوي جدر مربع A والستنان والمربع يزيل الجدر فإنها تساوي A نضرب في جدر مربع A في البسط ونضرب في جدر مربع A في المقام نفس العدد ضربنا في المقام وفي البس فتصبح لدينا واحد في جذر المربع A واحد في جذر المربع A على جذر المربع A في جذر المربع A فيصبح لدينا جذر المربع A والستنان وفي البس جذر المربع A وجذر المربع A والستنان نزيل الجذر لأنه عندنا مربع فيصبح A وتبقى عندنا جذر المربع A في البس والنتيجة هي جذر المربع A على A نذهب إلى المثال ها هو المثال عندنا خمسة على جذر مربع ثلاثة علينا أن نزيل الجذر من المقام نزيل جذر مربع ثلاثة من المقام إذا أردنا أن نزيل جذر مربع ثلاثة من المقام علينا أن نضرب في نفس العدد وهو جذر مربع ثلاثة فتصبح جذر مربع ثلاثة في جذر مربع ثلاثة وفي البس نضرب جذر مربع ثلاثة فتصبح خمسة في جذر مربع ثلاثة على جذر مربع ثلاثة في جذر مربع ثلاثة فتصبح خمسة في جذر مبع 3 هنا خمسة في جذر مبع 3 وجذر مبع 3 في جذر مبع 3 يسوي جذر مبع 3 والمربع يزيل الجذر يزيل تلك العالمة ذلك الرمز الذي يصبح V فإن المربع يزيله فتصبح خمسة جذر مبع 3 على 3 وهذه هي النتيجة النهاية نذهب إلى الخاصية التالية رقم 2 B و A عددان حقيقيان موجبان بحيث A يخالف 0 و A يخالف B لماذا قلنا A يخالف 0 لأن A موجود في المقام و لماذا قلنا A يخالف B إذا كان A يساوي B فإن الكتابة هذه تصبح A ناقص B إذا كان A يساوي B مثلا A يساوي 3 و B يساوي 3 فإن A ناقص 3 تساوي 0 وإذا في المقام يصبح 0 ونحن نعلم أن المقام لا يخصه أو عليه أن يخالف سفر الكتابة واحد على جذر A ناقص جذر B علينا أن نزيل الجذر إذا أردنا أن نزيل الجذر في هذه الكتابة كما قلنا في الكتابة السابقة علينا أن نضرب في نفس العدد لكي نزيل الجذر هنا لسنا نضرب في نفس العدد نضرب في مقابل العدد لنذهب إلى المتطابقة الهامة التالتة نحن عندنا ثلاثة مطابقات هامة علينا حفظهما هي A زائد B الكل أس 2 و A ناقص B الكل أس 2 و A ناقص B في A زائد B التي تساوي A أس 2 زائد B أس 2 نستخدم هذه المتطابقة Gilbert وهي A ناقص B في A زائد B هنا لدينا جذر مربع هنا لدينا جذر مربع A ناقص جذر مربع B نضرب في المقابل في مقابل العدد تصبح جذر مربع A ناقص جذر مربع B في جذر مربع A زائد جذر مربع B وهي المتطابقة هامة التالتة التي تساوي A ناقص B في A زائد B أو ساوي A أس 2 وكما قلنا أن المربع يزيل الجدر جدر مباع A-2 إذا زال المربع الجدر تساوي A وجدر مباع B-2 إذا زال المربع الجدر تساوي B فتصبح عندنا A-B هنا ويبقى في الأعلى لأننا نضربنا في A جدر مباع A-B وضربنا في البس في جدر مباع A-B فإن في البس تبقى عندنا جدر مباع A-B وفي الأسفل تبقى عندنا A ناقص B وهنا هذه الكتابة خاطئة تبقى عندنا في البسط جدر مربع A زائد جدر مربع B لأننا في الأول ضربنا واحد في في مقابل العدد الذي يوجد في الأسفل ضربنا واحد فاش في جدر مربع A زائد جدر مربع B إذن في البسط يبقى جدر مربع A زائد جدر مربع B على A ناقص B نذهب إلى المثال هنا 2 على 1 ناقش ضنبع 5 2 على 1 ناقش ضنبع 5 تساوي نريد أن نزيل الجذر فإننا نضرف المقابل إذن 1 ناقش ضنبع 5 مضروب في مقابله هو 1 ضنبع 5 وهذه متطابقة هامة ثالثة وفي الأعلى أو في البس ضربنا في 1 ضنبع 5 فتصبح 2 في 1 ضنبع 5 على 1 أس 2 ناقش ضنبع 5 فتصبح 2 في 1 ضنبع 5 على 1 ناقش 5 ونحسب في الآخر فتصبح على هذا الشكل وهذا هو درس الجذور المربعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته